دايماً بس يجي الموضوع لحريات البحر السؤال البديهي هو بتفضل يكون نصف الفقاني إنسان ونصف تحتاني سمكي أو نصف الفقاني سمكي ونصف تحتاني إنسان بالنسبة إلي الجواب بديهي ورح أعطيكم إياه بآخر الحلقة بس متمنى من هلأ تجاوبوني برأيكم على الموضوع بالتعليقات بس سؤالنا الأهم اليوم هو بما أنه حرية البحر نص سمكي ونص إنسان والإنسان بيولد والسمك ببيض هل حرية البحر بتولد أو بتبيض معقول تقوله إنو درات جن عم بخريت بس رح تتفاجأوا إنو في إنسان خلب حرية البحر بماليزيا من كم سنة فعم نقرب أكتر وأكتر ليسير هالموضوع حقيقة ولازم يكون معنا الأجوبة قبل ما نضطر نكتشفها بنفسنا اليوم رح نغوص بدراسة علمية بتمتد على كتب مقالات لوحات مناغشة وحتى رأي طالب طب لنجرب نفهم أكتر العالم حوالينا ونجاوب عها السؤال بطريقة علمية مدروسة ومنطقية وسؤال لعشرين دولار اليوم هو من صديق للطبيب اللي استشرته وإذا شتريت قطعة أرض على المريخ هل تعد شتريت قطعة أرض أو قطعة مريخ؟ كون الأول اللي بجاوب على السؤال وبتحط لإنستغرام تبعك ورح تربعها نهلا جميع معكم براد واليوم سنحكي عن حريات البحر أولاً بسؤول حرية بحر لأحكي عن كل الكائنات من السمك ونص بشر تكون كتير عام بظلمن وما بدي كون ميرسيس لأن حريات البحر بيختلفوا من ثقافة لثقافة وأول ذكر لحرية بحر إجا من الثقافة السورية ألف سنة قبل الميلاد وكتابات من وقتها بتقول إنه السيدة أتارغاتس قطست بقلب بحيرة وتحولت لسمكي بس من وراء جمالها الخارق إلى السياد البقية ما سمحوا لأنها تتحول كلياً لسمكي وتركوا لها الشقف الفقانية منها إنسان وهيدا واحد من أنواع حريات البحر رح نشوفه اليوم هو المتحولين ورح يحكي عن أهم أنواع حريات البحر كيف كل واحدة منهم تتكاتر سنبدأ بالسيرنز… أشهر نوع حريات بحر السيرنز… هition هذه حريات البحر لو ترونها بأفلام الرعب يلي بغنواً ليجذبوا إنسانًا صوبهم وبيخطفوه لتحت المياه لحلوسوه لحرية بحر ووصلنا اول جواب لكيف حريات البحر بيتكاتروا والسيرنز بيحاولوا عالم لحريات بحر وما بيتكاتروا بالمنطق المنعب ومن السيرنز بيمتد كتير انواع حريات بحر بيشبهون واذا ما ننفوت بأعضاء تناسلية بتشوف انه عند السيرنز موجود الأعضاء التناسلية مطرح ما موجود عند البشر وبيدل انه بيتكاتروا مثل البشر بس البشر عندهم فتحات كتير واسعة لا يقدر يطلع منها البيبي اما السيرنز لا فشو القصة هون السيرنز وهالأنواع حريات البحر بما انهم مش بحاجة يمشوا فلو احواضهم ضيئة واجريون مساكرين بس بيقدروا يبرموا اضامهم اكتر من 45 درجة بطريقة يفتحوا مجال للولد يطلع المشكلة هون انه اذا البشر بدون يعملوا هيكي بينفلعوا اجريون وبيصيروا اضعاف كتير لينمشى عليهم بس السيرنز وشبيهاتهم ما عندهم مشكلة ما بدون يمشوا فأسشامهم فيها تبرم وتتحول مثل ما جسم الانسان كمان بيتحول بها الفترة المقرفة من حياة اي انسان بس ما تفكروا انه ولا واحدة من حريات البحر بتضبير وما تقولوا براسكون تراد عمضيعة لنا وقتنا لا لانه الحرية النصف الدرس يلي على دنبة في فرو ومش اشور سمك تاكل سمك ني بتلاقي اعضاء التنسلية على نصف دنبة ومش مترح ما بتتوقعوا هالموضوع بيصعب كتير انه يكون حبلة مثل ما منتوقع من انسان وكمان فين نضم على هالمجموعة الجديدة نصف الحيتان يلي هي نص انسان نص حوت تعرفها لانه دنبة ما علي فرو بس دنبة جلد ناعي ومش اشور سمك ومثل الحيتان هالموع اعضاء التنسلية على نصف الدنب كمان فين نضم على هالمجموعة حريات البحر اللي نتوقعها لشبيهة من اريل بس متخلفين اكتر واصلين لا اريل واعضاء تنسلية محل ما موجود اعضاء التنسلية تبع الانسان كمان بس من ولا نظامهم الغذاء وتركيب جسمهم ما بيتلقموا مع الانسان فهول التلاتة بيتكاتروا بنفس الطريقة مثل ثلت رباع السمر يعني هالثلتة بيبيضوا وبيجر الرجال بيلكح البوايدات برات الجسم يعني الحبل بيصير برانة وعادة هيك نوع كائنات بيبيضوا فوق الالف بوايدة لانه التلقيح البراني خطير كتير عالجنين وثلت رباعهم بموت قبل ما يفقص فهول الكائنات هن فرصتنا الوحيدة لنأكل كافيار حريات البحر هلا استعرفت ع حرية بحر والقيتها مبتاك والسمك ولا عشب فهيدي مش حرية بحر مية بالمية وهي متحولة مثل اللي حكيت عنها بالأول يعني نص السمكة هو نص إنسان مغطى بأشور سمك وعادة هالحريات إذا بدون يتجوزوا فيون يتجوزوا بعض تحت المي بس لما يجوقت للإنجاب بدا تخسر الأشور السمك تبعها أو بتطلع لبرات المي بتخسر أشورها مثل الحياة وبتولعهم لما حدا ينتبه عليها أن حرية بحر بالأساس وبتولد مثل الإنسان العادي وهون معقول تقوله أريل بس أريل مش هكي طب شو هي أريل ولا واحد من الأبن أقرب شي بينطبق على أريل هو الترايتونيونز الترايتونيونز ما بيختلفوا بالشكل عن حريات البحر اللي حكينا عنهم بالأول أو السايرن هنا نص إنسان ونص بتحتنا سمكة مع أشور وأعضاء التناسلية بالمحل بتتوقعوا من بشري بس قوع أتقرب عليها لأنه الترايتونيونز كتير متحفظين وإذا بتغلط معها بكلمة بيجوا وبيزعبوه يعني الترايتونيونز هن قريبين السايرنز لبعاد يلي هي أكتر نوع حريات بحر اللي نتوقعوا لما نفكر بحرية بحر حرية البحر يلي بتشوفها بالصور قاعدة على صخرة بالماء أو عم تسبح تحت الماء وعندون مدن وعقايد وهالشي بيتطابق 100% مع أريل ومدينتهم وعقايدهم وحتى كلمة ترايتونيونز جاية من الترايدنت يلي هو السلاح اللي بيحمله جدا لأريل من نفس متولوجيا الترايتونيونز ومن هون التشابه بالأسماء بس درات بالفيلم بيا لأريل اسمه بوسايدون جدا لأريل اسمه بوسايدون بيه لبوسايدون اسمه نوترون وابنه لبوسايدون اسمه ترايتون يا عديم السقافة هلأ ترايتون هو بيا أو عمّة لأريل مش مهم بس من نفس العائلة وهيدا تأكيد نهائي عن أي فصيلة تنتمي لأريل بما انه بوسايدون هو جدا وهولي اسكى أنواع حريات البحر وقربهم للبشر وقرب شي بيشبهن لهالحريات هن اسكى سمك على كوكب الأرض جمهوري بمزح الدليفين بس المشكلة انه الدليفين ما بيخلفوا هلقدي إخوات بذات الوقت مع انه بيشبهون لحريات البحر من ناحية الأعضاء التناسلية ومنشوف انه أريل عنده مجموعة إخوة بالفيل ومدينة كلها مليانة من عائلتهم وبهالموضوع خليني أبحث عن غير طرق السمك بتكاتروا فيها وبصلت للشاركس والشاركس بتكاتروا بطريقة كتير غريبة لما شارك بيحب شاركية بيرقصة سوا وبهالرقصة الشاركية بتحبل وبتطلع منها جيبة فيها بوايضات كتير مش ألاف البوايضات بس عشرات وهالجيبة بسموها العلماء سرة حرية البحر أو جزدان حرية البحر أو بالإنجليزة ميرميد سبيرس وبهالجزدان الشارك بيكبر وبيطلع وبيروح يعيش لحاله بس حتى لو كان اسمه ميرميد سبيرس ما أناعتني إنه هيدا هي الطريقة اللي أريل بتجيب فيها أولاد وغطصت أكتر بهالدوام السوداء لإسم حياتي لأعرف شو هو الجواب وما قدرت وصلت لجواب بيرديني لحد ما انتبهت لتفصيل كتير مهم بشخصية أريل وإنه عنده سرة ذكرى أو بلي بطن هالشي بيعني إنه لما كان الطفل كانت عم تربى بقلب بطن إمه لأنه السرة ما بتجي إلى مرض الحبل السري المربوط بالمشيمة تبع الويلد فهالشي ربني على الدلفين لأنه الدلفين كمان عنده سرة معلومات كتير حلوة عم نتعلم اليوم وطلعت بجواب بيرديني وبيرديكو مثل الدلفين حرية البحر بتبيد بس بتبيد من جواتها بس دراب فكتو زاد شعل بنيت تبع البشور لأ لأنه تركيبة البوايدات رح تكون مختلفة يعني حرية البحر بتبيد كافيار بس بقلب الرحم والرجل بلقح البوايدات يلي بيتعلقوا بالرحم طريقة التوليد لازم تكون مزيج من طريقة الاثنان هلأ لماذا ما سمت آرية المتحولة مع أنه حرفيا متتحول لإنسان بالفيل بكل بساطة لأنه تحويله لإنسان ما كان من وراء عنصر بيولوجيا أو من وراء إدراهية عنديها بس لأنه ضحيت بصوتك لماذا تصير إنسان والسحرة الشريرة هي الحوالتها فمنى متحولة حقيقية نظريتي بعد صامدة ومن بعدها كيف جابت ولد هي وبرات البحر ما هي دي غير مصيبة لأنه هون صار في سحر داخل بالموضوع وأنا عم بحكي واقعية علمية أبل ما أخبركم أي النص بفضل يكون سمكي بحرية البحر فأنا أو التحتيني بدأ أشكر الفاتريونس بكل الطبقات الـ Gold, Diamond, Black, Platinum والـ What the fuck والجواب له السؤال كتير بسيط شخصياً فضل حرية البحر يكون نصت تحتيني سمكي لأن إذا نصت تحتيني سمكي ما فيها تهرب عم بمزح مني مريض وهيكي منكون ختمنا أمرض حلقة على هاتشانل هالفترة عم يجيني أوجاها على الراس كتيرة ومش طبيعية فعم فوت حيطان لأقدر أكتب نص واليوم حبيت أعمل موضوع ماني مضطر أعتلهم فيه عن الحقيقة وأعمل أبحاث كتير دقيقة لأجيب الأمور العلمية لعالقاد لأنه بكل بساطة حرية البحر مش موجودين فشو ما أقول بهالفيديو إذا مربوط شوي بالمنطق رح يكون بسلة ورح نتعلم شي جديد من خلاله فعلا لأتحالي كتير عم بتعلم عن السمك وكيف هني بولده واكتشفت قصص كتير مهضومة عن عالم البحر مثل الجزدان الحرية يلي هو كيف الشرق بولي وإذا عندكم أسئلة بلا طعمي هلأ صار الوقت تسألون بالكومنت لأنه حتى البلا طعمي فيه علمنا شي عن العالم حوالينا ونستفيد منه إحنا وعم نتسلم وبالنهاية هيدا هدف من التشانل للعالم أنا وعم بتعلم وع طريقنا نتعلم شي جديد كل يوم وهالمرة وأنا كمان رأس게 عليكم اسأل لا تُفكرو بيه مزبوط السؤال الذي وصلنا للموضوع اليوم وهالسؤال هو كم تشاغا تشاغا ش顧 Guru قبل ما تقول شو تشو وس seperدترد شاождения ش 네 شو تشو تشو كم مرة لازم لي رياحة السنة دماغة تكتشف العائد الحال قريش يا 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 فايسبوك، تويتر، انستغراب وليس كورت سلو محججة